السلام عليكم يا شعب السوري وبارك الله في الثورة السورية المزلزلة المباركة الكبرى في عنا أخبار كثير مهمة جاءت عن ماذا يدور في قصر بشار الأسد أنا بس على السرية أريد أن أرجعكم بعض الأشياء الآن يصير تسميم المزارع والمأكولات تبع بيت مخلوف من قبل أسماء الأخرى سوف أعود لهذا الموضوع إذا فيه وقت فالمهم يعني يا بيت مخلوف نتبهه أسماء الأخرى سوف تسميمكم المزارع والمزرعات تبع تكون وتلقح حتى تسميم الديدان بالأرض وتحط أشياء مواد كيموية وسامة هي ومخابراتها وعصاباتها فأرجو أن تنتبهه حتى البحيرات الإصطناعية والأحواض الإصطناعية طيب اللي صار هو أنه لون الشبل كانت عم ترقص لبشار وتغني له بالمكتب تبعه لأنه مكورا بحاجة مساعدة كثير منها فعم تغني له أغنيت صباح يانا يانا على شانو أموتانا معروفة هي كانت معرج دي أبازة ففجأة بتفوت أسماء الأخرس على المكتب طبعا بعد ما بناديها حافز لأنه حافز بروح بيخبرها بإلا تعايشوا فيه وتعايش معي لون الشبل عم ترقص لأبي بالمكتب وكذا وعم تضاحكوا وتباوسوا فبتقوم تركض أسماء الأخرس وبتدخل على المكتب وبتشوفها الشوفة أنه عم ترقص له لون الشبل وعم تقعد بحضنه لبشار وتباوسه وتقبله وبتمسك الصرماية وبترميها على راس لون الشبل هي واعدة على حضن بشار وبيبلش الصراخ آآ راسي مين هات كذا كذا قالت له أبوكي على أبو صباح على أبو يانا يانا علشانه أموتانا يا صرماية بنت صرماية المهم قالت له رحوا بليه أنت ما دخلك أنا السيدة الأولى بعدين أنا بس عم أداوي لزوجك لأنه هم كورن ومبعطي أدوية أنت فكرتين أنا مدري شو عم بوسه وكذا وهذا أنا بس عم أخفف عليه وأنا صاحبته لبوتين وأنا السيدة الأولى في سوريا وأنا الكل بالكل قالت لما فجرتي ولي على قامتك معقولين فكر حالك أنه أنت يعني ستشغلناك بالقصر حتصيري إلى كلمة ومدري شو قالت له أنا السيدة الأولى أسماء الأخرص وأنا مسيطرة في كل مكان مني القرداحة للسويدا قالت له اي منيحة جبتي سيرت للسويدا قالت له ما خبروكي أن المجلس العلوي الأعلى أنه يريدوني طيروكي ويجوزوني لبشار أنا ويحطوني محلك بالأصر خاصة أن هذا الشي بناسب حبيب قلبي بوتين فالمهم قالت له أبوكي على أبو بوتين على أبو كذا أنا عم جهز ابني حافز حتى يصير محل أبوه لأنه أبوه يمكن يموت ومكورنينه ومكورنيني من هون إلى هون قامت ركضت على الطاولة أسماء ورمت للصحون ورمت الشاي ورمت الحلويات على تيابة وعلى وجه لون الشبل وقام بتروه الشبل طلعت وتصرخ وتلاولي أنا الأعلامية الكبرى وأنا رئيسة سوريا في المستقبل وكذا من الكلام الفاضي وأنا حقول له للمجلس الأعلى العلوي الأعلى أنه يتخلصوا منكي أنا كنت شفقاني عليكي بس هلأ بابا حشفى عليكي وعي أولادك بدي يقول له أنه أنا موافع ويتخلصوا منك وأنا حتزوج بشار وحيش مع بشار وسيطر على الأصر ونخلص منك ورقدت عليها وشدتها بشعرها وجن جنونها أسماء وتلعلى وتصرخ بعدوها من وشي ترضوها من القصر كذا فالمهم ولعت إجاء ابنها حافز سحبها وما سحبها وكذا وبشار إليك يا أثمتي نحنا مرضى لا يشك عم تساوي أنت معك سرطان ومكورني وأنا معي كورونا وكذا وضغطت دم وعم يطلع وينزع ويتلعب خلص هدي أعصابك خلص أنت بتاعفين بحبلونا وهي بتحبني وكذا ومشي الحال ومدري شو فالمهم ضلت هيكي خناقشي ساعة ساعتين حتى إجت بوثينة شعبان عفوا إبوثينة ثعبان الثعبان الكبير في القصر وهدت الأمور وسالت الصرامي عن الطاولات وشالت الأكلات عن الطاولة وجابت الخدم وتعوه شيله وتعوه ثبته وكذا وقالت له يا حافز سلون صار كيف هيك يعني من سمح لأمك هيك تفوت وتجي وهذا يعني على مكتب قال لا أنا خبرته قالت له لي عليك شو قديش فعلا إنك قديش ابن قديش ضروري تجيب أمك لعالمكتب أبوك وتخبرها إنه لون الشبل عادة بحضنه وكذا من هالإشياء هلأي شو بعرفني ما أنا قالوا لي بلاد علي دوبو وعلي حيدر إنه بدون يقتلوا أمي وبدون يجيبوا لون الشبل محلها فأنا خفت عليها وقلت له تعيشوفي ما يكون لون الشبل وأبي كذا عم يخططوا شي لبعض أو لون الشبل عم تخطط له تخطط له سم لأبي بالشاية أو بالأهوية أو بالكذا فالمهم يعني الوضع جدا متوتر بالقصر والمجلس العلوي الأعلى مستمر بالقضاء على أسماء الأخرص وعصاباتها والتخطيط حتى لقضاء على بشار إذا ما تخلص من أسماء وسيجلبون لون الشبل حبيبة قلب بوتين ولتصبح السيدة الأولى في قصر بشار والسلام عليكم أيها الشعب السوري وبارك الله بالثورة السورية المزلزلة المباركة الكبرى ويبدو أنه يعني يا أسماء الأخرص حطير لون الشبل أو لون الشبل حطير أسماء الأخرص من القصر فأرجو أن تبتعدوا عن حراسهم يعني هذا كل واحد منهم عنده عشرين ألف حارس وحارسة فدير بالكم أيها التجار في دمشق وحلب وزعماء أنكم تروحوا تروحوا بالمغليطة يا الله السلام عليكم وبرك الله فيكم ولا تأكلوا من مأكلات عائلة الأسد ومن مزارعهم وبحيراتهم لأن كل هذه الحشرات والحيوانات مسمومة الآن وعندها يعني أمراض كثيرة فلا تأكلوا في بيوت بشار ولا تأكلوا طعام من بيوت بشار وقصر بشار يا الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته